سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتكم شهيوات سهلة اقتصادية كنتمنا تكونوا كاملين بخيروا على خير وأحوالكم طيبة اليوم إن شاء الله غنشارك معاكم حرشة أو بسبوسة مهم منها حرشة منها بسبوسة المهم أنها كتجي من آلد ما يكون كتجي هشة كالدوب في الفم اقتصادية جدا ما تحتاجي لابايد لحليب لياغورت لعصر البرتقال مكونات في متناول جميع والأهم أنها كتجي كالدوب في الفم لديدة بزاف ما يمكنش جربها وما توليش عندك معتمدة واللي دقها عندك غيحمق عليها وضروري غيطلب الوصفة ديالها ما غاديش نطول عليكم أكثر غندوز مباشرة للمقادير مع طريقة التحضر فبسم الله على بركة الله أول شيء غنقوم به هي تحضير القالب أو المول اللي غنستعمل وهنايا غنستعمل هاد المقلة تقيلها الوجدية القطر ديالها 30 سنتيمتر دهنتها بالزبدة وشيت فيها سميدة رقيقة وغنحتفظ بها في التلاجة وفي إينا غنوضع خمسمائة جرام ديال السميدة رقيقة أو لنصف كيلو وهنايا عبرت لكم بالكوؤوس أربعات الكوؤوس ديال العنبة السميدة رقيقة اللي كنحضروا بها دائما للحرشة أو للبغرير هناك نضيف كاس إلا ربع من السكر وحد صاشر ديال سكر مناسب بالفانيلا وغنخلطها النواشف هكا مع بعضياتها ضروري السميدة اللي غتستعملوا خدوها دائما تكون نوعية جيدة قد تكون صفرة وبالنسبة لأخوات في الدول العربية السميدة رقيقة هي السميد المتوسط من بعد ما نساجموا ليدوك النواشف غنضيف عليهم كاس إلا ربع من زيت النباتية هنحاول نخلط جيدا باش كتنساجم مع ديك الزيت هنايا كنت كنحرك بالطراب اليدوي ولكن صراحة ماشي عمالي بالأحسن تخدموها بيدي بيديكو بهذا الشكل هدا باش تبس بسو ديك السميدة مزيان باش تلبسو لنا دوك حبيبة السميدة كاملين بالزيت وتجينا ارتبع هاد الحرشة هادية ولا هاد البسبوسة سهلة وسريعة كتتحضر في وقت اللي هو سريع جدا في هاد المرحلة راني سخنت على الفران و هنا باش نسمها غنحك لها قشور دي هاد الماندارينا ممكن ديروا قشور برتقال اولا قشور ليمون الحامض كي يعطيني نسمى رائع جدا إلا ما كانوش غتكتفيه فقط بدك السوكار فاني قدرنا في الأول كافي والآن غنخلط الحرشة ديالي اولا البسبوسة ديالي باللبن هاد العلبة في نصف لتر من اللبن هنا غنعبر لكم بالكاس باش حتى اللي عندها دير اللعبار راح ممكن تستعملو كي ما شفتو هذا الكاس اللول و الكاس الثاني كلها كي وزن 150 ميلي ليدر وبنسبة الكاس الثالت كي ما شفتو ما كاملش ولكن غنشل العلبة بالقليل من الماء ونضيفوها للكاس باش يكمل لنا الكاس يعني استعملت هنا يا ثلاثة ديال الكيسان ديال البن ممكن تديرو ديال العبار اللي عندكم اولا ديال البكية مهم انشو ما واللي عندكم ضيفوه المهم ان البن يكون بدرجة حرارة المطبخ يعني ما يكونش بارد وتستعمله مباشرة ضروري تحطوه في المطبخ هكا تقريبا ساعتين قبل الوثلاثة دسوايع باش يكون بدرجة حرارة المطبخ في الاخير غنضيف جوج اكياس من خاميرات الحلويات المجموع ديالهم 16 جرام كنخلط الخاليات ديالي جيدا وهذا هو القوام دياله كي ما كتلاحظو مباشرة كنفرغو في المول اللي كانكون وجدناه من قبل ضروري لان الا ما وجدوش المول احتل هاد المرحلة غينشوف لكم الخاليات ديالكم ضروري توجدوه قبل باش غير تخلطو الخاليات كتفرغوه مباشرة في المول والفران كدالي كيكون مسخن من قبل شعل فقط من الاسفل من اللي كتدخلوه كتنقصو درجة الحرارة وكتخلوه هاد طيب ما كتاخدش وقت بزف تقريبا خمسة واربعين دقيقة حتى الخمسين دقيقة كتكون واجدة وانتو ما على حسب الفران ديالكم بالنسبة الفرن كهربائي غديرو على مية وتمانين درجة شعل من الفوق ومن التحت باش طيب بصور عالي ان بحال هاد البس بوسط ما كيبغيوش يبقى بزف الفران باش ما ينشفوش معانا وهنايا من بعد ما خرجتها من الفران مباشرة انا هنا شوية تحمرات ليا شوية اكتر من القياس ولكن راها كتجيه شيشة بزف هنايا مباشرة حيتها من ديك المقلات وهي باقة سخونة باش نحطها في طبق تقديم عاد نسقيها لانا يلا سقيتوها في المقلات او الا في المول مباشرة من اللي هتبغيو تحيدوها وتحطوها في طبق تقديم غاد تفرجت معاكم لانها كتجيه شيشة بزف لهذا ضروري ما تدموليوها من المول وتحطوها في الإناء عاد كتسقيوها بصيرو او الا بسقوة اللي بغيتونتوما هنا ياراني درت السيرو غير بماندارينا معنى صفك السكر وكاس ديال الماء درتوه فوق النار من اللي غلالية الخالات كنخلي 15 دقيقة كنطفع لي وكنخليه برد جيدا ضروري ما يصيرو يكون بارد جيدا لانا لبس بوصارها سخونة او لا ممكن العكس اللي كنصيرو سخون يعني غتخليو البس بوصار ديالكم حتى تبرد مزيان هنا نخليها حتى تشرب مزيان هنا يا من بعد ما دا استغير واحد نصف ساعة من اللي بردعت وتشربت مهم قد ما خليتوها اكتر قد ما كتجيكم احسان وكتشرب وكتجي ألد وألد هنا يا غن زينها معاكم غن دهنها بالقليل من المربى الميش ميش وغن نرش عليها القليل من اللوز مهرمش محمر اللوز كنكاسي محمر ممكن تزينوها على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب المتوفر وحتى بالنسبة لسقوة اللي ما بغاش يسقيها را هماشي ضروري را كتجيه شيشة بلا سقي يعني اللي بغا مباشرة يدهنها غير بالمربى ويزينها بلايش من يسقيها را كتجي حتى هكا كتجي مزيانة هناك كما كتشوفو غنرش عليها القليل من اللوز محمر ممكن ترش عليها الكوك ممكن تزينوها على حسب الرغبة ديالكم وهكذا كيكون الشكل النهائي ديالها من بعد ما بردات خليت اغير واحد شوية المهم انتو وما قدم ما خليتوها تبرد قدم ما كتجي آلد وآلد وكتجي مسقية اكتر والديدة بزاف فيها صراحة واحد المذاق جد متميز الديدة وكتدوب في الفم صراحة ديك البنك يخليها شيشة بحال اللي فيها الكوك ملداخل او لا مهم واحد المذاق جد متميز كنصحكم بشدة انكم تجربوها عاد غتعرفوني عليش كناغر ومتأكدة انكم غتجيوا للتعليق وغتشكروني عليها كنشكركم جزيلا شكر اخواتي على حسن المتابعة وكنتمنى تشجعوني بجملة الفيديو الاشتراك في القناة والتعليق محفز شكرا لكم جزيلا شكر على حسن المتابعة وان شاء الله نتلقى في فيديو قادم مع وصفة جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله